من جهته قال منسق هيئة الحوار والوساطة كاريم يونس أن مهمة الحوار ستنتهي خلال أسبوع إن لم تستجب السلطة للشروط مؤكدا عن تمسك الهيئة بإجراءات التهدئة التي تعتبر شروطا أساسية للشروع في مسار الحوار مشددا على إطلاق صلاح شباب الحراك أما فيما يخص الشخصيات التي رفضت الانضمام إلى لجلة الحوار فقد قال كاريم يونس الدعوات قد وجهت لتلك الشخصيات للانضمام إلى الهيئة هم أحرار في تلبية أو رفض دعوة الهيئة مضيفا أن هناك شخصيات قبلت دعوة الحوار وأخرى رفضت لأسباب شخصية